سمو الرئيس الشك بلا رصيد جريمة يرتكبها المرابون افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء نشرت السياسة في عدد أمس ملفا عن قضايا الشك من دون مؤونة وفيه أراء محامين وعلماء نفس واجتماع أكدوا جميعا على فداحة القانون الحالي المجرم لهذه القضية على الصعود كفة قبل أي أمر آخر لابد من التأكيد أن حكام الكويت على مر الزمن حرصوا على حقوق الإنسان وإفاء كل ذي حق حقه من دون تعصف واشتهر الكويتيون قديما ولا يزنون بعبارة نعين ونعاون خصوصا في الأزمات الفردية والعامة ولذلك كانت مسألة حبس المتعصر مستغربة لديهم حين أقرت مواد عقوبة الشك من دون رصيد في قانون الجزاء العام وجعلها جناية لسيما أن مدة الحبس خمس سنوات مبالغ فيها جدا لذا حاول مجلس الأمة قبل سنوات تخفيف العقوبة حين رفضت الحكومة جعلها جنحة وليس جناية والقبول بخفضها إلى ثلاث سنوات لكنها لا تزال مجلبة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في غالبية دول العالم يعتبر الشك صق وفاء وليس أداة ائتمان وفي بعض الدول هو جنحة يعاقب مصدره بالسجن ثلاثة أشهر أما في أوروبا والولايات المتحدة ليس هناك عقوبة لهذا الفعل لأنه ثمت أدوات كثيرة يمكن الاستعانة بها لاستفاء الحقوق وهو ما عملت به كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وأخيرا الأردن إذ ألغت عقوبة السجن واستبدلت الغرامات بها المؤسف أن في الكويت سوء تقدير كبيرا لمعنى التسهيلات الاقتصادية والاستثمارية وبعض القوانين التجارية لا تزال موروثة من زمن ما قبل الدولة الدستورية ولهذا تحولت دعاوى الشك من دون مؤونة معيقا كبيرا لعمل المحاكم لسيما منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 والزيادة الكبيرة في الدعاوى المنظورة والسبب أن هناك مرابين يدركون جيدا لعبة ابتزاز المحتاجين بوساء القانونية فيعملون على أرغامهم على توقيع شكات بدون رصيد بحبسهم سعيا إلى الاستلاء في حال عجزهم عن الدفع على منازلهم أو سياراتهم أو حتى مكافأة نهاية الخدمة الوظيفية وموجودات عوائلهم ما يؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبيرة تصل إلى حد تدمير الأسر يستند هؤلاء في لعبتهم تلك إلى مقولة مطاطة جدا وهي حفظ الحقوق بينما ذلك يكون بعدم إقراض من ليس لديه قدرة على الدفع بمعنى أن الغنم بالغرم وهو مثل يضرب لمن يتحمل الضرر أو الخسارة مقابل الفائدة أو الربح وهو المرابي الذي يقرد المال بفوائد كبيرة وهنا لا نقصد البنوك التي تقرد وفق ضمانات عينية حافظة لحقوقها إنما المرابون الذين لا يتورعون عن ارتكاب مثل هذه الجرائم سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء سعيا إلى رفع الظلم عن كثير من هؤلاء الذين وقعوا تحت طائلة الحاجة لا بد من إلغاء عقوبة الحبس في الشكات من دون رصيد والتشديد على المقرد كي يحافظ على ماله إذ لا يعقل أن يحبس شخص أصدر أربعة شكات خمس سنوات عن كل واحدة منها أي عشرين سنة وكذلك لا يمكن ترك الحبل على الغارب للمرابيين الذين يستخدمون القضاء وأجهزة الأمن وكل مؤسسات الدولة وسائل لابتزاز الغارمين المتعسرين أصحاب الشكات من دون رصيد أي أن كانت نتائج الانتخابات المقبلة لا بد من وضع حد لهذه القضية التي أرقت الكويت والكويتيين وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل القانونية عبر تشريع واضح على غرار ما بات معمولا به في غالبية دول العالم وقبل كل هذا ما هو موروث في التقاليد الكويتية التي تمنع الظلم بل تحاربه